موسيقى مساء الخير مشاهدينا منطلع عليكم بحلقة جديدة من نبض بيروت وبسرني أن أستضيف بهذه الحلقة حسن صقر قيادي سابق بالحزب السوري القومي الاجتماعي أهلا وسهلا فيك وناشط بأكثر من ميدان يعني تمانحصرك بنشاطك السياسي السابق كلهم بيصبوا بنفس النبع ما هيك اليوم يمكن العنوان الأساس ولو أنه ما كان في شيء غير مفاجئ أو ما كان مفاجئ يعني بطبيعة الحال عارفين الشباب راحين على المجلس النيابة في تمديد بطبيعة الحال كيف توصف اللي صار اليوم أو إذا بدنا نقول كيف بتوصف ما صدر بالمقابل إذا فينا نوضعها بإطار بين مزوجين المزايدات أول شيء يعني ما حدا بيحب نحن بلد معواد على الديمقراطية وعلى الانتخابات وعلى التعبير عن الرأي بالصندوق وهذا شيء يمكن ميزة من ميزات لبنان الإيجابية طبعا نظامنا السياسي الانتخاب الديمقراطي بده تطوير هذا غير موضوع ولكن هذا شيء نحن معودين عليه ولكن نحن اليوم دام ظرف استثنائي واضح اللي هو ما بيقتصر بس على الحرب بالجنوب كمان في عنا الوضع الاقتصادي عنا وضع السياسي بالبلد وعدم وجود رئيس جمهورية حكومة تصريف أعمال البلد كله سوى يعني بالباركينج ناطرين كلنا عرف وهذا شيء تبين بالترشح على الانتخابات البلدية أنه ما حدا تركش أنه اليوم مرشح 2-3 بجبل لبنان اللي هي بعد جمعتين انتخاباتها يعني يمكن كان يسكر باب الترشيح وبعد عنا 2-3 يعني بعتقد أنه اللي صار بمجلس النواب هو نتيجة طبيعية للوضع اللي مرئ فيه البلد ويعني طبعا فيه ثغرة بهذا الانون أنه ما صار فيه أعلان عن إجراء انتخابات بمحل البلدية اللي فيها محلولة بعتقد أنه كان لازم ياخدوا هذا الإجراء محل اللي ما فيه بلدية أنه يسمحوا بإجراء الانتخابات أو بالعودة عن الاستقالة اللي بيحبوا يعني هيدا اللي حكي اليوم رئيس الطيار بتقدير الوزير باسيل حكي بهذا إنه إذا بنا متطرين مدد لأنه كلنا بنعرف أنه مش قادرين نعمل انتخابات بالسياسي خيراً أولى بالسياسي وبالمال وبالكل شيء يعني بكل شيء يعني رغم أنه وزير الداخلية حاول أنه يعمل شغله بس أنه وين مصاري وين أقول اللي عليه هو قال اللي عليه الوزير بس أنه عملياً أنه وقتاً بيشوف قدامه الوزير في اتنين مرشحين جبل لبنان بكل بلدية جبل لبنان يعني الطبيعي بيعرف أنه ما في جو انتخابات بس كأنه ما مشوا بهذا الموضوع يعني كل الاقتراحات اللي قدمها الوزير بسيل أنه يصير فيه اجتماعات بلدية يعودوا عن استئالاتهم يتم تغيير يمكن رئيس البلدية بيسلم حدا تاني مش عامل حسابه ويقعد ثمان سنين يعني يعني كل هاي ممكن تكون حل كان ممكن تكون حل أو اجراء الانتخابات بالبلدية المحلولة ما صارت هلأ يعني ما بعرف إذا بجالسي جاي بيرجعوا بيلاقوا لا لأنه كمان ما بيجوز اليوم إذا بتمشي من الدمور من الشمال لبنان لجنوب ويعني من عكار لجنوب ما بتشوفي الدولة ما بقى في دولة ببنان إذا بس من رأب الطرقات إذا بس من رأب اللمبات والطرقات اللي اختفت وحتى موظفي الدولة يعني رايحين على الدولة هني قطاع خاص رايحين مش رايحين قطاع عام يعني بتعرفي ثلاثة رباع اللي بيروحوا أسباب روحتهم شي تاني فآخر حصن من حصون الدولة هو البلدية هو المحل الوحيد الناس عم بيهتموا بأمورهم بأهليا ومحليا بقى كان يعني بسوى يتاخذ بعين الاعتبار أنه هالضيع اللي هي أو هالمناطق المحلولة فيها البلدية ما أخذوا بعين الاعتبار بركي بيرجعوا بعدين إذا حدا تاني يقترح بيمشوا فيهم أو لك هيك حسب مين هوية مين اللي عم بيقترح الحل بلبنان نصه نكد طيب بهالإطار فينا نوضع التعليقات الناس بتنتخب بلبنان نكد يستخبوا ضده فلان مش معه فلان مش معه فلان للأسف يعني إذا هيك بدنا نفلفش بالتعليقات إن كان عبر الصحاف إن كان عبر السياسة البعض وصف ما حصل اليوم بالمهزلة الدستورية البعض رأى بالسياسة إذا بدك سمير جعجع تحديدا اعتبرها طعنة للديمقراطية ووضعوا الأمور بإطار أن الثناء الشيعي والتيار هن اللي عملوا هالشي خاصة أنه شفنا كمان همروجة التغييريين اللي انسحبوا من الجلسة اليوم أيضا يعني ببعثي التغييريين مع كل هيك أنا إيماني بكتير من الإشياء اللي ببلشت وقت الثورة كأهداف وكمبادئ وعدم إيماني بكتير من الأشخاص والخلفيات لأنه الناس تاريخ اللي تاريخه كله سوى فردي أنني ما بيعمل إلا لنفسه وما عنده أي مبدأ ما في يعني اليوم أنه هو يصار وطني وخلوه وضد الفساد بس بمعزن عن هالموضوع ما بتقدر الناس وقتها التمديد لقائد الجيش تكون مع فكرة التمديد وقتها بتصير القصة للبلديات بتصير العامل غير موجود يعني واحد بتزين بنفس الميزان وقتها بيقول أنه اللي شارك بجلسة تشريعية بإطار مش طارق اللي شارك بجلسة تشريعية في 100 بند 129 إذا بدك زيدهم كمان ما في اليوم طلع صوت ما في اليوم يقول أنه أنا ضد التشريع أو عمل مجلس النواب بغياب رئيس الجمهورية بس في لبنان يعني ازدواجية المعايير والعمل بإطار المصالح الخاصة مش بمعرض المصالح العامية هو سمة العمل السياسي في لبنان وللأسف الشعب هيك حابب هيك بده مش هادر بيحبه؟ انتخابات هي الدليل الناس تجعب تنتخب هون ناس أنه قد ما نحكي بإطار تغييري وبناء إنسان جديد ومجتمع جديد ومجتمع على طائفي والدولة المدنية وإلى ما هوني لك يبدو ما ألو سوء الناس بتحبه لك هيدا هيدا سلمت لا في عدد مش سلمت أنا لحظة الناضل لأنتقل للمحح بس ما فينا نجزم لأنه في أكتر من خمسين بالمية كميما انتخبوا هيدا مح يعني ما فينا نقول اللي انتخبوا هن اللي بيقرر بيعرف أنه هيدا مش كتير دائم ليش؟ فيه بالأشرفية نسبة الانتخاب بتكون لأنه فيه ناس بيعتبروا حالهم أكبر من أنه ينتخبوا من هيدا البديء انتخبوا في بعض العائلات العريقة بين هليلين طبعا ما بتنتخبوا أنا من وين جاي فلان منو هيدا تاريخ وفيه بعض المحلات القليلة ما فيها أو مسافرين ولكن عمليا هيدا نسبة الـ 48% والـ 50% أنا من الناس اللي بيتعاطوا بالملف الانتخابي بالمناطق طبعنا وبالضياع بتطلع نسبة 45% 47 طب أنه جبنا بعد شوية الميتين حن نخبوا ما في حدا من هيدا ضايعا ومن هيدا ضايعا ساكن ببيروت أو ساكن بآخر الدنيا أو ساكن بطرابلوس يعني وين ما كان يكون منجيبهم مننخبهم نحن أول منافسين الانتخابيين كل الناس بتجيب كل الناس ما بيبقى واحد موجود بينجيب إلا ما مجيبوا على الانتخابيين بتطلع نسبة 47% باقيين مسافرين فيعني هيدا الحكي أنه النسبة هالقد متدنية مش داية بعض المناطق ممكن بعض المدن ممكن بتضيع لا اثنين يعني اللبنانيين عم تنين لنرجع نعيد الفكرة اللبنانيين حقيقة عم بيسبتوا قداش إني أفانجارديست ومتنورين بالمعنى التقني والعلمي بس بالسياسة تقليديين هني ناس بعدهم بيحبوا الباك والمير وال بعدهم بيحبوا التاريخ التاريخ كل إنسان إيه إجه حزانة بالزمان الوجبات الاجتماعية الوجبات الاجتماعية يجي حزانة سأل عنا مسك التليفون ايه مسك التليفون وتطمن مدرج هيدا هيدا سقافة سقافة لبنانية ما كمان ما فينا نجي نقارن لازم نكون مثلا مثل الانتخابات الغرب يعني أنا بالنهاية مش غلط يكون عنا سقافة يعني مش غلط نكون عنا هاي السقافة هيدا منها سقافة انتخابية أما العلاقة بالانتخابات أنا عم بنتخب شخص ليمثلني بمجلس النواب أو بالمجلس البلد أو يكون عنده برنامج يكون عنده برنامج وعنده تاريخ بالمعنى السياسي وإداء والنظاف مش تاريخ عائلة ايه بس أنا مش عم بنتخب واحد لأنه إجه عزاني هيدا روح ردوا له زيارة العزاء أو ردوا له الزيارة وشكروا على التعزي إن شاء الله ما بيموت حدا لحد بس أنه هيدا واجبات تهنئة الأعراس أحلى بس هوني خليني نطلق منها الفكرة لقصة انتخابات البلدية اليوم بالسياسة ما بدنا نعمل انتخابات بلدية ولا عدم القدرة أو الأحزاب مش جاهزة أصلا يعني ما حضرت نفسها كيف بدأت تروح بكرة بعد جمعة أو جمعتين تعمل انتخابات وما عملت ولا حملة وما في أرضية وما في أموال وكل هيدول يعني كانوا عوائق واضح من أول نهار أنه رايحين للتمديد جديد حتى اللي عم بيقولوا أنه بدن انتخابات بلدية هن كمين نفسهم مش جاهزين مش جاهزين وقال لها كانت أرضيتهم ترشحت وأصلا هن عارفين أنه ما في انتخابات بلدية وليش عم بيرفتوا ولاش انسحبوا وليش ما شاركوا السياسيين بلبنان بيشتغلوا لجيبوا جمهور شعبوية يعني شعبوية يعني أنه اليوم مش عارفين اللي عم بيقولوا أنه هن بدن الانتخابات أنه ما في انتخابات هن مش عارفين من شهرين إذا أنا عارف هن مش عارفين من شهرين وما في انتخابات أنا عارفهم أربع شهور أنه ما في انتخابات هن مش عارفين طيب أنه هيدا المزايا دي هيدا دايما الواحد تحيين الفرص لحتى يكسب صوت من هون وصوت من هون بندون مسؤولية وطنية استغلال أي حدث بأي إطار ممكن لرميو بمرحلة بلبنان بغض النظر بغض النظر إذا السنائي بيغلط ولا ما بيغلطه وبيغلط أكيد مثل عيام السوريين شو ما يصير بالبلد؟ جسمه اللباس إنه السوريين يخي السوريين غلطوا بس إنه مت كمان بعد شوية صارت الحرب الأهلية بلبنان هي حرب الآخرين على أرضنا إنه نحنا ما قلنا عليها بالخبرية ما نحنا قتلنا بعضنا كمان بس هون نروح بالمثل أكتر دقة إذا بدك الحديث اللي عم تتوجه فيه ينطبق على اعتراض القوات اللبنانية وتحديدا كلام الأخير لسان سمير جعجة إن كان بقصة البلديات وإن كان بقصة اتهم حزب الله بالجرائم الأخيرة وتحديدا باسكال سلمان بس آخر مرة قال له أنا ما سميت حزب الله ليه هل قد رحت كأنه فيه تحت باطم سلب تنعر بالحرف هيك قال هو أول شي سمى الجير وسمى الحي ولولا شوية سمى أني عم نحكي هو بس كل فريقه السياسي كل الإتامجر طبعه كل النواب كل القياديين عنده سمت بالإسم وهن مش بس عملولها تبرير وفلسفة قضائية قانونية ما بتركب عوص أضح يعني وقت واحد بيطلع بيقول إنه نحنا إنه هن يبقى المتهم مدانا حتى يثبت العكس هيك صار يقوله متهمين جيبوا له برقته هو بالقانون العكس حتى يثبت العكس بنفس الوقت اللي بيتهم هو القضاء مش أنت قاعد ببيتك يا صار تجني مش ادعى الادعى في نيابات عامة شغلتها الادعى بس بل ما نمنس مع خطبات سياسية فيها اتهمات لأفريقا يعني هنه شغلتهم هنه شغلتهم بس نحنا شغلتنا نثبت المفاهيم لأنونية والسياسية لحتى ما كل حدا طلعا باله يركب الموضوع باتجاه سياسي معين فيك تقول في رأيي بتحليل بتحليل مثلا أنا بالتحليل فيه يقول مثلا قصة مرفق بيروت وأنا قلتها بعد بجمعة وأنه إسرائيل هذا تحليل سياسي رجع إلى اليسلمور أنه عنده معلومات يمكن هو عنده معلومات أنا قلتها بالتحليل بس أنا ماني عم بقول ادعى وبصير عبق الناس باتجاه معي وإذا عبقت ضد إسرائيل عم عبق ضد العدو مش غلط يعني مش غلط بتصب بمصلحة بإطار الوطني ولكن أني أنا أخذ الأمور قدام كل حدث لحتى عبق ضد طرف تاني مثل التيار أو على حزب الله أو على مدرمية لحتى نظل نخلي الوضع بالبلد مشنج لوصلحة مين إذا أنت عن جد بيهمك مصلحة البلد أنت بتعرف اليوم بهذا الظرف فيك إمكانية بناء الدولة منا قائمة بهذا الظرف اليوم اليوم خلينا نحافظ على السلم الأهلي وعلى الاستقرار والناس ما تروح على المجاعة ونعمل أسس لبناء الدولة بالمستقبل وما حدا قدنا بس ما حدا كمين مين بدوا يعملون هيدو أنا برأيي اللي بيعمل أسس لبناء الدولة أول شي هو نلاقي نتفق على فكرة بناء الدولة بناء الدولة مش ليكون عنا حكومة فاعلة ومش ليكون عنا مؤسسات عم تشتغل مش ليكون عنا أوهنين بتحترم ودستور مش مندعو سينو يعني كان كل عمرنا عنا رئيس وعنا حكومة ومش بني وعنا دستقل ليش؟ لأنه النظام السياسي راكب عليه منظومة بتشبهه هذا النظام الطائفي اللي هو بيسموه الميثاقية كل مرة من أولا هو نظام التحاصص هذا لا يبني دولة لأنه ما في شيء مبني على العلم والكفاءة لحتى نبدر نبني دولة بدنا نبني نظام سياسي جديد وتجي منظومة سياسية جديدة تدير الدولة بس هاي كم سنة صنعنا نحكي بهذا المنظم حتى من وقت بداية الأزمة منقول يجب 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 بس مين يلي عم الحكي وحتى كل الأطراف بقلون حتى التاولة يعني المعنيين بقلون بيقولوا بالإنجليزي actions speak louder than words ما في إيميل الحكي لمهم الفعل شغلتنا مبشر ولكن تغيير الحقيقة بيصير بموازين القوة موازين القوة مين بيغير بموازين القوة؟ الأحزاب يعني اليوم أنا إذا إحنا بنحكي مثلا بالدولة المدنية طب كيف أنت بك تأنعني أنه أنت بدك الدولة المدنية وأنت كل خطابك طائفة ما فيك تكون بدك هونيك ورايح لهونيك ما بتزبط واليوم بلبنان غالبية الأحزاب بتقول بدك الدولة المدنية ولكن عمليا هي مبسوطة بالواقع الحالي بس نظام طائفة بطبيعة الحال إذا انتخاباتها قائمة علاقية طائفة شو بتعمل؟ من غير الأنون الانتخاب من غير الأنون الأحزاب تطلع الصرخة أنه الأقترية عدديا الداكل الأقلية وتعرف هيدا القصة كلها يعني لكن هيدا تصوير المسيحيين مثل كأنهم باندا وحينقردوا هيدا ظالم بحق المسيحيين باندا فرد مر ايه معم في شيء منه مقبول كمان أنه المسيحيين منهم باندا وخايفين على حال والمسيحيين مفترض هني دور لأنه إذا واحد بيعرف بالأعداد الأعداد صارت هي بتحكي عن نفسها فياللي بدوا يلعب لعبة التخويف وأنه الانقراض والهجرة والمدرش ومنه مشروع تحت مشروع إذا أنت بتعتقد المسيحيين لازم يكون لهم دور وأنا بعتقد المواطن لازم يكون لهم دور مش الطوايف بس التجربة يا أستاذ حسان بتدل على أنه حتى لو عندهم دور عم يخدوا لهم دور طب هون كيف بدك تأمن لشريك بوطن يعني المسيحي كيف بده يأمن لشريكه المسلم الدرزي يعني شريك الوطن عم نسميه طائفيا لأنه هيك نظامنا مقصم إذا كان المسيحي عنده مركز بس يطلع عن هالمركز بيجوا بيقعدوا محله بيقدون احترام لهذا المركز ومبدأ المناصف والتعايش إلى مهن بس هيدا بيخوفهم من استمرار الحكم أنا أكيد ما أصدت هيك أنا أتعام بقول دور المشروع أصدي كتير شيء استراتيجي بالحقوق يعني ما بدي يفوت فيها بس هي الأساس لا لألك ليش في نظرتين لدور المسيحي بالشرق في شيء بيقول أنه المسيحيين بالشرق هني موطق قدم للغرب بالشرق وفي شيء بيقول أنه المسيحيين هني جسر عبور من الشرق إلى الغرب هون بدوا حدد أي دور وأي مشروع كمان اللي بدوا فكر أنه المسيحيين هني بدوا يكونوا بلبنان أنه كل شيء همهم يضيب قالهم الخمسين بالمية لو هاجر كل المسيحيين وما بقي هون إلا كم واحد يعبوا كم كرسي بيكون مش عم يفكر بالمسيحيين المسيحيين بدوا يكون لهم مشروع سياسي بالبلد شو المشروع السياسي اللي قادريني أن يحملوا المسيحيين بالبلد اليوم الثنائي شو حامل المشروع حامل المشروع المقاومة مش هيك طبعا أنا عم بفكر بالمنطق القائم أنا بدي مفروض يعني أقل ما ينادي به أنا بدي المواطني ولكن أنا بحلل بهالواقع إذا المسيحيين يحملوا الدولة المدنية يحملوا هيدا المشروع اللي هو بيكون بالمستقبل عم بيابنوا لبنان الجديد والعصري وبنفس الوقت ما بيعود في إيميل العدد بصير الإيميل للكفاءة بصير كل واحد حسب كفاءة هاي بلبنان خلينا فينا فينا نضل نحلم شوي ولا بدي حب تضلوا بالكبوس أنت مصدق هيدا الجملة قدامك حلم اتنين أنه بلبنان تعتمد الكفاءة خلينا مبروك الكبوس يعني التجربة عم بتبرهن غير هيك نحنا عم نقدم حلم عم تقولوا لنا حلم فويس حلم خليكم بالكبوس مبروك عليكم الكبوس أولك هاي في شي ثالث يا الكبوس العايشين ويا أما الحلم اللي عم نقدمه انتابعين معك أكيد ورح ندخل بكتير ملفات مننا الملف الرئيسي وما حكي عن النقاط اللي زللتها كتلة الاعتدال وما بعف لوين رح نوصل للزيارة اللي عملت فيها الجولة اللي عملتها الخماسية وكلام الرئيس بره من بعدها أكيد ملف النسحين وكتير من الملفات إن شاء الله الوقت يسمح لنا نحكي فيهم كلهم بعد هذا الفاصل الأول مشاهدين أخليكم معنا عودة مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من نبوط بيروت ودايما مع ضيفي القيادة السابق بالحزب السوري القومي الاجتماعي حسن صقر نجديد أهلا وسهلا فيك يعني إذا بدنا ندخل مباشرة بالملف الرئيسي يعني نقل عن أو صرحوا يعني كتلة الاعتدالة اللي عملت الجولة والمبادرة وإلى ما هونالك أنه قدرت تزلل هلأ 8 نقاط من عشرة قربنا من الحال فيه انتخابات هي فرد نقطة بعض نص نقطة نص نقطة وبيمش الحال هي القصص بلبنان منها قصة من نقاطه في قصة لبنان هو جزء أو امتداد للصراع الأقليمي الدولي وفيه اتنين كامبس أو محورين في لبنان فيه محور السنائي بده الوزير الفرنجي وفيه محور ثاني اللي هو محور 14 أدار وامتداداته وكان بده ميشال محووط صار فيه تجربة بين الوزير بسيل اللي هو لا ينتمي إلى المحورين بس متحالف مع أو في تفاهم بينه بين حزب الله على اسم جهاد أزعور ولكن التجربة يبدو يعني خلصت هالمرحلة اليوم وما فيه أي فريق من اتنين قادر ينتج رئيس بده يصير في خلط أوراق أي عملية خلط أوراق بده يصير إلى ظروفة يا أما اللاعبين الداخليين حدا ينتقل من محل لمحل أو اتفاق على اسم جديد اسم تالت خارج خارج المحورين لحد هاللحظة ما فيه حدا ينتقل من محل لمحل وما فيه اتفاق على اسم جديد فكل الكلام عن أنه فيه رئيس يلوحه بالأفق أنا بعتقد غير دائي كلامه نجا يعني بعض لقاء أن الرئيس بر ولكن فيه شي جديد يلوح بالأفق شو هو اللي هو مرتبط بالتفاهمات الإقليمية الدولية اللي عم بتصير اليوم فيه حوار أمريكي إيراني قائم في ظل الحرب صح اليوم فيه علاقة فيه علاقة سعودية إيرانية مستجدة من ضمن الوضع القائم فيه علاقة سعودية سورية مستجدة من ضمن الوضع القائم فيه علاقة إماراتية مع حزب الله كمان بضمانات سورية على خلفية الزيارة الأخيرة أخذت أبعاد أكتر من بس قصة الأسرة أكيد بلشت وهدف الأسرة ولكن ما في شي بيصير من هالنوع ومحكوم يبقى هيك مش أكيد بيتطور مش أكيد بيبقى هيك بس بالشكل أقل بالشكل هي هيك ولكن أنا بعتقد هي الأمور بتحط الأمور على أو بالحد الأدنى بتخرجها من الأقفال اليوم الوضع مقفل مثل ما كان الوضع الأقليمي اليوم منه بقى مقفل هيدا الانفتاح بيوصل لمحل يا أما طرف من الأطراف ينتقل من محور رئاسي إلى محور رئاسي أو وصول وما قدرنا نوصل الوزير الفرنجي وما قدرنا نروح وثالث نروح على اسم بس يبدو هيدا اللي طابش يعني دفته أكتر يعني كأنه حتى يعني في شي أمور بيصير شي اسمه تبادل أقليمي شو التبادل أنه خدوا هيك باللبنان يعطونا هيك بالعراق بصير عملية تبادل أنا اللي عم بقول اليوم هاي الصورة غير مكتملة شو بيصير هلا خدوا هيك بالغزة وعطونا هيك باللبنان عملية التبادل مالا خدوا هيك باللبنان وعطونا هيك بالغزة الكلام بهالموضوع هو يعني اليوم نحنا بالكاد نفهم اللي صار ماهي ماهي لحتى نعرف اللي بده يصير هاي الدول الكبيرة وقتنا بتحكي مع بعضها نحنا منصير هون نتيجي مش أكتر بس هون نحنا فينا نصرف بالتوازن مستفيد من الوضع إذا قيام في أي تقارب اللي قراره بإيده في عمل هيك بس اللي قراره مش بإيده وهو يا أما جزء من منظومة أمنية يا أما منظومة مالية يا أما منظومة أمنية مالية ما فيه قراره مش بإيده هيدا هيدا بيفرغوه بعشرة أيام بينام عنده حزب بفيق ما عنده حزب للأسباب اللي معروفة كيف المنظومات الدولية الأمنية المالية بتشتغل وصايرة كتير بالتاريخ يعني ما حدا بقى مشان هيك اليوم الأمور منى مقفلة بقى بالإقليم ولكن بعدها بلبنان مقفلة لحد اليوم تحرك كتلة الاعتدال هي من ضمن السياء الإقليمي لوين بتوصل على الأرجح بده توصل لمحل يعني زراع الخماسية بطريقة أو بأخرى دفشة رئيس بر منا بس زراع الخماسية يعني ايش يعني اليوم الرئيس بري لقيل ونصف الطريق الوزير باسيل تعطى معهن إجابة حسب ما أنه صرحه يعني في محاولة لإنتاج رئيس ملاقاتا لجو الأقليمي في حراك عم بيصير لليوم بتعرفوا كل العالم بتعرف بعد ما في نتيجة يعني الخماسية هي عم بتقول والسفرة يعني السفرة والكتلة الاعتدال الثانياتهم عم بيقولوا أنه نحنا لحد هلأ بعد ما وصلنا نتيجة بيرها بعتقد السفير المصري كان عم بيقول صحيح نحنا مفشلنا بس ما نجحنا بس ما حققنا أي شي جديد بس أنه نحنا متابعين يعني كأنه عم بيقول نحنا متابعين وأنا بعتقد أنه حيضلوا متابعين لأنه هن مكلفين مكلفين من الدول اللي هن بيمسلوها أنهم يلاقوا يلاقوا حل طبعا حتى وقتا منقول مكلفين في الناس بتفكر كأننا عم نقول أنه الدول الغربية شغلون أنه هممها مصلحة لبنان ها الدول هممها مصلحة بس إيه؟ إذا بالصدفة ركبت مصلحة لبنان عالطريق كان بيهي وما ركبت مصلحة لبنان عالطريق ما كتير تعبنين فينا هن طب هوني إذا بدنا نتابع اللي قريني وما يعني نقرأ كتير تحليلات وكأنه قاعدين معهم ولكن فرنسا ألا دور فلنسا خلص دورة أمريكا هي الأرارة عندها آخر الزيارة أين فيها رئيس الحكومة محصورة بقصة النازحين وجود قائد الجيش بس قصة الحدود والجيش ما في قصة رئاسية يعني هاي المشهد ككل مثلا بمرقبتك ومتابعتك كيف بتشوفه؟ درجعك على الحرب العالمية الثانية أف لا آخر الثلاثينات ليش؟ الحرب العالمية الثانية ببداياتها كان المقررين هن اللاعبين الأساسيين على الأرض الفرنسيين الإنجليز كانوا الإنجليز يقدروا يصادروا كل موارد الغذاء بالعالم كان شو بيهمهم الإنجليز؟ يروحوا على موارد الغذاء وين في أكل؟ يروحوا يحتلوا هاي البلاد ويجيبوا الأكل حتى يطعموا جوشهم المنتشرة ويطعموا شعبهم هلأ موارد النفط هلأ بفي موارد النفط في إشية جديدة كمان والغاز والطاقة البيض في المياه في الشيبس اللي هي التصف مش الشيبس عارفت أكيد هكذا أهى يعني هوا يهم وينزل على البحر ومدرشوه وأنا بدي يدى ينزل على البحر وينزل أنا ويهى ده غير موضوع بس مش صراع على هول يعني العقول البسيطة بتفكر الصراع على هول هوا نتيج فاليوم بعد انتصار الحلفاء وأمريكا تقدمها إلى تسيد المشهد الدولي والاتحاد السوفيتي كان مواكب سقوط الاتحاد السوفيتي عمل مشهد جديد رجعت روسيا والصين بدلوا بالمشهد مع تحالفات والبريكسو إلى ما هونيلك الدول الأوروبية اليوم بطلت فرنسا وبريطانيا يعني صاروا يا أما بيمشوا مثل ما بدأ أمريكا يا أما بيكونوا خارج اللعبة أي محاولة لهذه الدول أن تخرج عن الطاعة الأمريكية تخرجها من دائرة النفوذ وليش عم تتعزم بهلقة فرنسا؟ فرنسا معودة يعني بعدها عم تعمل جهود محاولة ودعوات وزيارات وتدخلات ما بعرف إذا بإطار فقط خطر النزوح أم بإطار تاني كمان فرنسا على ما بعد الحرب العالمية التاني على فترة طويلة أمريكا سمحت للدول المنتدبة لبعض الدول أن يكون إلي اليد الطولة بسياسات تلك الدول لمرحلة معينة هذه خلصت هذه المرحلة يعني فرنسا كانت منتدبة للبنان كانت أمريكا تحترم هذا الانتداب التاريخي وكان إلى نفوذ سياسي باللبنان طبعا كان في رأي أمريكي ولكن النفوذ فرنسي اليوم في رأي فرنسي والنفوذ أمريكي وهذا بيعني أن فرنسا عم تتحرك بالوقت الضايع اليوم كن يفتكروا الفرنسيين تتحركوا بالوقت الضايع يعني ممكن الأمريكيين يعطوهم جرين لايت ويخلوهم ينتروا إنتاج معين بالنفط أو بغير النفط عبر الشركة يعني وقتها بتوصل لأمور عند ساعة الصفر الأمريكيين ضربوا لهم إيدهم بموضوع توتال ومنعوهم من استخراج النفط وقتها وصلت الموضوع للرئاسي هني كانوا ماشيين بالوزير الفرنسي كمان منعوهم أنه يستمروا بقى النفوذ اليوم هو أمريكي فرنسيين فيهم يركضوا قد ما بدهم يعطيهم العافية بس أنه بس أنتش صحة كمان مثل ما قالت كانوا ماشيين بمبادرة مع سلامي فرنجي حطوا سطوب كمان شو صحة المعلومات اللي بتقول أنه حتى اللجنة الخمسية تحديدا فرنسا باللقاء الأخير بتقييم الوضع مع الرئيس بيري أنه دفشت نحو الخيار الثالث اليوم في اعتقاد أنه غالبية اللجنة الخمسية صارت بإطار الخيار الثالث بالبداية كانت قطر أكتر شيء يعني تشتغل لهذا الموضوع اليوم صار فيه نوع من الأناعة هيك مبين يعني أنه صاروا ماشيين بالخيار الثالث أنا بعتقد أنه الخيار الثالث صار خيار متقدم اليوم إذا بدك بعده لليوم المرشح الأقوى هو الوزير الفرنجية فيه مرشح أقوى منه ما قاله اسم لهو التوافق على اسم يعني الوزير الفرنجية كاسم مرمز بعده لهم مرشح الأقوى وفيه كتلة وزنة وراه فيه فريق دعمه ولكن فيه شيء أقوى منه متقدم عليه هو التوافق على الاسم الثالث اللي بعد منه مرمز باسم بعده منحكى بمجموعة من الأسماء مجموعة كبيرة يعني المروحة واسعة حتى ما مش نضيق الأمور لنقدر نحزر مين كل اليوم بنطق اسم جديد على الطاولة وهاك صارنا بنقعد نحن وأصحاب لقلنا بس نقعد نحن والصاحب سألوا مرسرح ومرشح ولا منك مرشح بس كمرون نغري بنسألوا حبل ما نقعد نحن وياح سمتان حسب العادي هاي الثقافة اللبنانية رجعنا للثقافة اللبنانية والربع الساعة الأخير يعني وقع أنه ما ننام على شيء نوع على شيء تاني بعضنا بهذه الدوام اللبنانية لانتخابات الرئاسية النيابية عفوا أفرزت هات المشهد ما فيه كتلة كبيرة ما فيه حدا بيقدر يخط قرار ما فيه حدا لحاله قادر يميل الدف باتجاه هاته المرشح حواديك فيه كتلة تمانية كتلة أربعة عشر كتلة وسطية كتلة التيار فيه تغييريين أكيد بس كتلة متفرقة ما بيقدروا ما فيه اجتماع لمشروع حتى كتلتين مع بعضهم مش قادرين صحيح يوم كل الكتلة النيابية بيعزلة كلها بيعزلة طب هون بيقول رأيه أنه خيروا روح على انتخابات طب بس هون الجواب بيكون إذا انتخابات بلدية ما ترناعملنا ما ترناعمل انتخابات نيابية مبكرة يعني راح الأمور للحال بعد ستة وعشرين فيه ناس بيقولوا ما فيه رئيس للستة وعشرين أنت شو بتقول أنا بقول لا فيه رئيس أنا يعني طبعا هون ضمن التحليلات أكيد لا مش توقعات بس ضمن قراءة الوضع أنا شايف المشهد رايح على تأزيم شوي على فترة قصيرة وبعدين على حلول اشتدي أزمة تنفرج يعني بعتقد هيك بس هون شكل الأزمة شو مشكل كبير بالبلد شو ما بعتقد فيه مشكل كبير بالبلد لو بده يصير مشكل كبير بالبلد ما كانت السفيرة الأمريكينية تبنت تحقيق الجيش بموضوع بسكال سليمان يعني لو أنه في شيء كان تم استغلالة يعني الوضع طبعا ما هني مثل ما تم استغلال كتير قصص قبل اللهم بالعادة وقتها بيطلع شيء من هالنوع بيبلشوا يحكوا بالدويلة وضمن الدولة وأنه الأمن السايب وبيبلشوا يحكوا أنه على سيطرة الميليشيات على الدولة هذا التاريخ وقتها لقمان سليم ووقتها وقتها وقتها بسكال سليمان كان المشهد مختلف البطرق حكي غير هيك كان حديث تهدويه بمقابل اتهام القوات واللي لا تزال تعتبره حدث سياسي حتى إثبت العكس يعني الدكتور جاء 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 الفشخة لورا ومنح نعمل هالفشخة لورا هلأ طبعا الأفضل أنه كان يعمل هالفشخة لورا ودايما الناس وقتها بدأت تعمل قراءة جديدة للأمور بس وتعترف يعني ما بيجوز أن يقول أنا كنت معي حق وقتها قلت أنه هايدي جريمة سياسية وهلأ معي حق وقتها بقول أنه ما فيه يتهم حزب الله فيه يقول أنه هود الشباب أو النواب استعجلوا يمكن تحمسوا يستعمل الكلمة اللي بدوا إياها بس ما فيك كمان تضل تاخد الناس شمال ويمين والناس تلحقك جمهورك بيلحقك جمهورك نحن جمهورنا يعني جمهور السياسي باللبنان على الغمضاء على عماها بس أنه الرأي العام بحاجة لتفسير للتبدل بالمواقف ما فيك تفكر أنه الرأي العام مثل جمهورك اللي هو بأيدك على عماها هوني قبل ما يدهمنا الوقت لأنه بعد فيه قصة غزة والجنوب وغيرها ولكن لأنه عرجنا على قصة زيارة فرنسا لرئيس مئاتي وكان موجود قد الجيش وحكي أنه كان فيه عرض فرنسا تراجع حزب الله 1701 وكمان حكي بالكواليس عن إغراءات مالية وشين هيك بـ 2 شهر جاي الرئيس الأبرس المرة تانية جاي معه المفاوضة يعني ديرلاين وما بعرف قديش المبالغ تم تدولها بالمليارات وكأنه عم يعطونا رشوة خلوا هالنزحين عندكم نخدوها حقهم نحن اللي صار بقصة غزة أو بالفتح الجبهة بالجنوب هو عملية تهديد ورشوة بنفس الوقت بموضوع النزحين كمان تهديد ورشوة شو التهديد؟ التهديد بيقولولون للسياسيين بنحطقون على العقوبات إذا بتكون تروحوا بقصة النزحين وعودوا للنزحين وإذا بتمشوا بنعطيكم مصاري يعني منعومكم سياسيا شو معني طب نعطيكم مصاري مش بالضرورة هالمصاري تيجي على جياب هني بيعطوا كيف وصلوا بعدين عجبوا ما يطلوا همون بينشالوا من القروض ومن المساعدات والذبات بيقولوا نحلي ما يطلوا همون بس إنه الحكب بمبلغ مبانح 158 مليون دولار 160 مليون دولار بعتقد يعني مشيهو نثرياته هولي شو بيغطوا أصلا قديش عم بينحكب 4 مليار كيف السنوية سنوية كلفة النزوح بيحكونا بـ 100 مليون أنا الحقيقة ما بحب مقاربة الموضوع النزوح من هذا الباب لا شك إنه هناك آثار وكلفة كبيرة على موضوع وجود النازح السوري أكيد ولكن المقاربة طبع هذا الموضوع هي مقاربة بالأساس مقاربة سياسية اجتماعية هولناس قلوا نضيع أكيد قلوا بيوت قلوا شوارع قلوا مناطق لازم يرجعوا عليها هيدا حقهم عندهم وطن إيه هلأ يعني هيدا موضوع واسع ولكن لا ما بنروح لأ إيه ما بنعنا نحكيكي فكرة القومية طبعا إيه لأ مش موضوع موضوع بلاء بس إنه يعني أنا بالنسبة لألي النزوح اللي ابن الدمور اللي نزح داخليا على الأشرفية إله الحق يرجع على ضيعته ومثل ما ابن اللي جاي من إدلب حقه يرجع على ضيعته فهيدا هاي إذا بيعرفها يا أستاذ حصان المشكلة اللي خلقوا هون بس في كتير خلقوا هون هلأ سمير جعجع غلط بالعمر بس إنه صار لهم 13 سنة يعني هعملهم 25 نحن ما فلتت منها ها المشكلة يعني أنت عم تحكي أنه عنده ضيعة اللي بيعرف ضيعته بس المشكلة اللي منا بيعرف ضيعته دمور 15 سنة ورجعوا في كتير منهم على ضيعتهم إلا حدا ونحن بعنا بضيعتنا في ناس تهجرت كمان أنا من الكورة في ناس تهجرت على الشرقية ورجع غالبيتهم صحيح بعد الحرب وهني عايشين نحن ويون أهلنا واللي ضيعتنا يعني مش إنه المهلي هلا مننا مئة سنة مننا مثل هجرة الأرمان يعني بس يا خوفنا ممكن ممكن ولكن هذا موضوع بده مقاربة سياسية اليوم معروف أنه الغرب بده لليوم الأمريكان والغرب بده نشيطن الرئيس الأسد هاي الشيطاني لازم يقولوا أنه فيها الأد نزحين برات سوريا وهو دي بعدها السياسة مستمرة لحد اليوم الأمريكان رغم في حوار في حوار بس هذا الحوار ما صلوا زمان ولوين بده يوصل بعد له ما شفنا نتيجة وإذا كان في من إعادة أعمار لسوريا إذا كان مين رح يأخذ المفتاح إذا الخليج بده يدفع ما بيدفع الخليج إذا ما في ضوء أخضر أمريكاني بقى لليوم نحن الموضوع النازحين ما زال يستخدم من قبل الغرب بوجه أول شيء رئيس الأسد والدولة السورية بيستخدم داخليا كتخويف للثنية أو لحزب الله تحديدا أنه أنت بنخلق لك بأي لحظة بخلفيتك فريق ممكن يقاتلك لأنه فريق ممكن يكون مسلح أو إليه وقاله النتائج النتائج تابعه هي اللي كنا عم نحكي فيها الاقتصادية والديموغرافية وأي حدا الحقيقة يعني في كتير ناس بيتعاطوا مع الملف بطريقة شي عنصري شي طائفي هي مشاك هي هول شباب يجوا من مناطق الرفية الفقيرة يعني في كتير مثلا في شارع بيقولوا له باب الحارة ما حدا بيحكير هولا نموع المصاري أو لك هاي طبعا هالناس هاي يعني وهنا عم بيحكي شي أنا مش عم بيليك شي عن جد في شارع شارع حد المطاعي هاي عم بيحكي تعليقات البسيطة بس أنه إذا بنا نحكي بخطر الوجود لشعب لبناني يعني بعد ما كفيت الفكرة أنا ما أقول البعيد اللي عم بتقول أنا ولا خطر وجود ما هيك بقول لو أنه هول أكيد ما رح تقول هايك لا مش أنا ما أقول هايك لأنه أنا ما أتنع أنا ما أقول اللي أنا أعطي مش أنه عمليا إلا واتأجا مرمرون وجماعته بالزمان منزورية اللي كانوا عايشين هون حاسوا بخطر الوجود يعني هل أنت قابلين يعني يبقوا مللاني مصطوري بلبناني أنا ولا لحظة أنا قلت أنه لازم يبقوا كل الحديثي عم بول نقطة مختلفة عليها لازم يرجعوا أنا عم بول لازم يرجعوا بس عم بحكي بالخلفيات حلان حلل الأمور مش بس أنه كمان يعني تصير الواحد قبل بيوم عم بيحكي أنه لازم يبقوا تاني يوم صير لحقهم بدي يقتلهم الأمور بدأ بدأ تحليل بدأ عمل فبالتالي الناس حين يموجودين اليوم هني ناس أولاد ريف بكثير من المحلات يجروا على على المدينة صحيح هول الناس هني شايفوا شي جديد عليهم والناس الموجودين شايفوا شي غريب عنهم هذي هني ذاتهم لو يروحوا بنفس الكميات ونفس الأعداد الموضوع مختلف أكيد أكيد فالموضوع هو مرتبط بعدد كبير من الناس إجرى سكن بمحلات هذي الناس عندهم مشاكلون هني أصلا في عندهم شي عنده حالة اجتماعية خاصة في شي وتبير بعيد واحد عن ضيعته وعن ناسه وعن آله بحس حاله مضطهار هذي بحد ذاته بتخلق له مشكلة نهيك عن الموضوع أنه عايش بطريقة مديا غير مكتفية يعني بيعيش بطريقة فقيرة بمحلات كتير بظروف صعبة العلاقة بالخيام فهذه بيئة يعني يمكن حاليا أحسن للبنانية بيئة مثالية نحكي اقتصادياً ومالياً ودعماً واستشفاءاً اللبناني عايش بين أهله وبأرضه وعنده مغترب بعتله قد ما يبعث يعني اليواني اج سي ار قد ما يعطي منه شي مقابلة تنقدي اللبنانيين عم بيبعثوا عم بيبعثوا لأهلهم طيب سي عم بيحكي هاي البيئة هي بيئة مثالية للجريمة وللسرقة وللعتداد وهذا لأنه هاد وهو دي لونن لبنانيين نزحين من محل لمحل بلبنان بنفس الظروف المماثلي كسر نفس الشي نتعطى مع هاد الملف بهالعقلية من ضمن السياق أنه لازم يجعوا على ضياعهم أكيد ومن ضمن التنسيق السياسي مع الدولة السورية لأنه هنا بيت لاصيد ما فيك يترجع الشعرات بنقول ثانو نسق بالحقيقة ما شفنا غير جان لا بيخافوا من العقوبات طبعا هذيك المرة قال لطوني زهرة أنا مرة طالع أنا وطوني زهرة بحوار أنا ويوجمال الجراح هني عم بيحكوا ضد عودة النازحين ها 2014 وأنا عم بيحكي لطوني خامي لحسنتوا خمين سوريين عن جد بس أنا عم بيحكي للي جاءوا عضيان أكيد مش لطاردون ورع يا شي حكيها بعتقد مع ألبير كوستانيان قال أنه النسحين السوريين كنا نحكي وقتا نحكي مع اليواني ايش سي آر لحتى يرجعوا كانوا يصلنا اخبار من رؤسة بلديات وأي مأمين أنهم هددينهم بالعقوبات إذا بدون يطالبوا بعودة السوريين للنسحين السوريين هو قال يعني بس تراجعوا هلأ عن هاي الموقف شو يعني يعني كأنه تلوح في الأفق بوادر حلحة لممكن من يلي بيهددت له نرحب باستفافهم بالموقف الجديد بس أصدق أنه مؤشر وما بدنا نحط قصبعنا بعينهم بس ما يزيدوا علينا بس ما بدنا أكثر من هك فاصل تاني ونرجع متابع حديثنا معك خليكم معنا مشاهدينا نرجع معكم لانتابع ما تبقى من هذه الحلقة من نبض بيروت ودايما مع ضيفي حسان سقر أهلا وسهلا فيكم من جديد يعني بما تبقى لنا من وقت حوال عشر داية رح أدخل مباشرة بتطور الأحداث وما يدور في المنطقة أكثر من 200 يوم على طفان الأقصى ولبنان أكيد إله حصة من خلال الجنوب وأكيد لبقع يعني ضربة دورس مبارح خير دليل على استمرار استهداف لبقع كيف توصف المشهد اللبناني قبل ما نروح لغزة نرجع أول شي بدي هيك قلك شي يعني مرتبط بالإطار العام سبعة أكتوبر فرزت العالم فرزته بين منتصر الحق وبين حدا ماشي مع الباطل بين ناس ماشي مع الخير وناس ماشي مع الشر نحن بلبنان ما فينا نكون خارج هذا الاصطفاف فكرة الحياد بلبنان فكرة غير أخلاقية قبل ما نفوت على تفصيلها اللوجستي يعني اليوم أماركا كلها نازل مظاهرات التهامل نتانياهو أن كن ضد السامية ونصن يهود نصن يهود يعني يزالوا يتظاهروا يعني الفكرة أنه نحن اليوم بإطار هذا التبدل العالمي برؤية لدولة إسرائيل وتاريخة ووجودة ما فيه يكون لبنان خارج هذا التبدل يعني بالزمان يبقى فيه رئيس حكومة ما بدنا نسمي اسمه يجيوا يقولوله جولدا مقير عم بتهدد لبنان لأنه بدأت تشتاح لبنان وبدأت تكسر لبنان قالوا أنا ما بردع مرة أنه كمان أنه المراحل خلصت ما بقى فيه العالم تتدحك عليها بكلمة من هون وكلمة من هون بأنه ما بده ما بيسترجع هرب من الهربة هرب المرض عمرة اليوم كمان هيدا فكرة الحياد والضعف ما بقى تركب نائب النفس هيدا كلها مرحلة خلصت هلأ اشتراك لبنان عبر مقاومته بالحرب فيه بافهم ناس يعني أنا ما بتتوقع أنه مثلا تيار وطن الحر يجيقول أنا مع أنه لبنان يكون جزء من وحدة الساحات لأنه هذا تيار لبناني له هوية لبنانية وطبيعي يكون موقفه هيك وكمان ما يكون مع تحرير فلسطين لأنه هو معني بلبنان بيقول أنه أنا مع الحق بس مش أكتر ولكن خلينا نشوف الصورة كاملة إذا طم الاعتداء على لبنان طبيعي لبنان بدورك بس ليش نحنا بدنا نروح لعندن أول شي كمان هذه ثغرة أساسية بطريقة تفكيرنا ليه؟ لأنه نحنا معتبرين أنه نحنا عم نعتدي لا مش عم نعتدي عم نروح نساند بلد أصلا ما طلب مننا المساندة أنا برأي طريقة اللي عبر فيها حزب الله عن مشاركته كان فيها تكون أفضل يعني تعبير يعني هي ظهرت وكأنها مساندة فقط أنا برأي بياناته لليوم بعرف بس أنا برأي هي من مساندة فقط اليوم أنا عندي أرض محتلة إذا أنا بعد عندي مزارع شبعة وتيلالي كفر شوبة وعندي الغجر وعندي نوأة 13-14 نقطة على الحدود الدولي وعندي مليار دولار أخرطها لأمم المتحدة لازم تدفع لها إسرائيل بدل ضربة الجي وعندي اعتداء على المياه وعندي حدا بيقول صورة من زمن عنيهم صحيح مش اليوم بـ 27 بيانوا يعني أنا ولعبول بـ 27 ولكن هذي كلها وعندي موضوع عن نازحين الفلسطينيين لاجئين الفلسطينيين عنا ملفات خلافية نهيكي عن احتلال الأرض ويكون في احتلال الأرض المقاومة فيها تختار اللحظة المناسبة أو الدولة إذا كانت الدولة هي أو الدولة أو الدولة هي لازم الدولة بيبلغت بيحترم حاله لازم الدولة أكيد ونحن متفقين ونحن بلد ما بيحترم حاله حتى نبلش من الأخر يعني حتى ما حدا يفكر هلا يوقف على رأس جرية وصير يعتبر أنه نحن شوهد دولة العظيمة وصير مثل سويسر لا نحن دولة ما تحترم حالها وده لو ليه سراءة شعبة ويلي هلقد فخور فيها مبروك علي مش عمنا نحن عم فخورين بوطنيتنا وبيبلدنا وبتاريخنا وبانتمائنا بس نحن منا فخورين بهذا النظام السياسي ولا بلد طاقم السياسي بقى حق للمقاومة أو للدولة وياريت كلنا منتمنى أنه الدولة تكون عندها الإدراء العسكرية أنه توقف بوجه العدو كلنا منتمنى ما حدا بيقول لا اليوم الدولة هي معلنة أنها هي غير قادرة مش أنا عبقول ففي طرف هو ينبرأ وما بلشت بحزب الله بلشت بقبله بكتير ناس من القوميين والشيوعيين أنه هو يقوم بهذا الواجب طيب هذا الواجب هو يحدد أنت بيعمل عملية المقاومة لإسترداد الأرض أو عملية مقاومة تجاه العدو هلأ اختارت المقاومة أنها تعملها بعد 7 أكتوبر عصورين فرد حجر زيت على زيتون ليش لا ولكن تظهيرها أنها بس مساندة أنا برأيي تركت مجال كتير كبير بالداخل اللبناني اللي حتى ينقال أنه هي ناسي موضوع لبنان وعلما أنه بإداءة طريقة اللي عملت فيها قواعد الاشتباك قدرت لحد كتير كبير توائم بين المساندة اللي هي طلبت فيها وبنفس الوقت الحفاظ على المصالح اللبنانية وهذا عمل مش سهل لحد بعده لليوم كل ما عملت إسرائيل عملية بالداخل عم بيكون رد متوازن ما في إسكاليشن ما في تصعيد حتى إيران يعني لم تدخل من باب يعني كان في تخوف أنه رد الإيراني يكون من أرض لبنان هذا الشي ما شفنا يعني كأنه فيه مش تحييد ولكن عدم إدخال لبنان هل أدى بخضم الحرب الديرة بالمنطقة فيه تعاطي مسؤول يعني إيران تعاطيت كدولة صار فيه اعتداء على سفرتها ردت بحجم معين طبعا فيه ناس بيقولوا أنه مسرحي مش دقيق استعراض عملت استعراض عسكري وعملت سجلت معلومات وضربت القبه الحديدية ونزلت صواريخ بالمحلات اللي بدت نزلها وخسرتهم مليار ونص بالطريق فلا عملت اللي لازم ينعمل إيران ونفس الشي حزب الله والمقاومين الباقين من قوميين وجماعة إسلامية عم بيعملوا اللازم بهذا الإطار الكلام أنه هو يعني منه عم يخد بعين اعتبار المصالح اللبنانية باعتقد أنه تحرير الأرض هو مصالح لبنانية فيه واحد يقول أنه التوقيت فيه يختلف معه حسب ظروف لبناء فيه واحد يقول ليه أنا اعتقادي أنه لو ما المقاومة هي تبادر كان صار فيه ضربة أصلا إسرائيل هي بدت تضرب استبقت يعني أكيد كان فيه استباق وهيدا الموضوع صلون الإسرائيلية لليوم هني بيقولوا على لسينهم نحن بس نخلص من غزة جايين على لبنان بس طبعا هني لم يخلصوا من غزة بس هيك بيقولوا ما بدي سبقتني جوابتني بدي قلت لك لوين رايحين يعني لقداش رح تبقى ميتة أكتر من ميتان يوم يعني شو يعني تخطينا نص سنة وبعدها الأمور نار والعينة بغزة ومش معروف المفاوضات القطرية سمعتوا يعني مستاء من ناعي المفاوضات بمطرح ما بدي يقول خلصات بس كما ما فيش جديد خلينا نقول أول شيء أنه الصمود الفلسطيني بغزة يمكن المؤمنين بيصوروه أنه صمود إلهي نحن نسميه صمود أسطوري حقيقة اللي عم بيصير بغزة وبفلسطين وما يحقق عن السنوار وكيف يعني هالأدرة عم بيكازدر يعني هالعمليات البعدة عم تتويلة بيفوتوا بيحتلوا منطقة بيضلوا فيها شهر بيطلعوا منا بتجعب تطلع منا الصواريخ بيجعب المقاومين بيلحقوهم بحقيقة ملحمة بالبطولية بالمقاومة وبالوطنية وبالالتصاق بالأرض عم بيقدموها الفلسطينيين بيسوكلنا نتعلم منا ونتمهى معه بالحد الأدنى أخلاقيا إذا ما بنا نقول عسكريا في حد عسكريا عم بيعمل هذا الموضوع الأفق الأفق واضح أنه المشروع الغربي لحد اليوم تهويله أنه بلبنان بده العشرة كيلومتر لما وراء الليطاني وبده سلاح حزب الله يكون وراء بفلسطين بده ياخد سلاح حماس وبده يعمل قيادة سياسية جديدة لغزة كل أصدقائنا اللي بيجوا من أمريكا وبيعملوا لقاءاتهم بيسمعوا نفس الكلام أنا بعتقد أنه هيدا تهويل طبعا التهويل تفاوضي لأنه موازين القوة مش هيك موازين القوة اليوم مثل ما أنت عندك قوة عسكرية كتير كبيرة قادر تأذي وعم تأذي وأصلا شو بده تعمل إسرائيل بغزة أكتر ما عملت خلص دمروا كل غزة ومستشفية ومدرسة يعني بس وصلت لهدفها يعني دمرتها صح ولكن عمليا بعد في النقطة الأخيرة الاحتلال قادرين يحتلوا ما قادرين يحتلوا فعم نحكي هذا لا هذا لا يصرف ومين يحجي يعطي وهون يجي على لبنان الجنوب كمان مدمر 2006 إجت كل الدول حطت مليارات إيران حطت ملايين بقابل مليارات اليوم مين رح يجي عمر لبنان كمان يعني زلنا نختم بهالفتر خليل كفيلك على غزة كل هذا لا يصرف بالسياسة كله لحتى الغرب جرى بلاقيلهم اليوم المساعدات اللي إجت لمصر اللي كان من الإمارات أو من صندوق النائد إجيون 60 مليار أو أكتر كلها سوى لحتى مصر تقبل بترحيل الفلسطينيين من رفح على سيناء فالمشروع الغربي مكفى ولكن موازين القوى بين المقاومة بفلسطين والمقاومة بلبنان واليمن والعراق وجود إيران وجود روسية اللي هي كمان عم بتصرح صارت أكتر أن هي بدأت تدخل على الخط صحيح هذا يعني أن موازين القوى صمود الفلسطيني غير موازين القوى هذا المشروع غير قابل للحياة هذا تهويل تفاوضي أكيد متى في مرحلة جديدة حتى نوصل لوقت بدأت ترجع ناس سعود على الطاولة بيسدوا يصير فيها وقفة لكنار تبادل أسرة انسحاب وبعد منها حل سياسي وحل السياسي حيكون أكيد حققت المقاومة الفلسطينية نتيجة لسبعة أكتور حيكون في شي جديد يقدم للفلسطينيين كلفة كتير كبيرة ولكن من قال أن الشعوب عبر التاريخ حققت مكاسب وطنية هي وقعدة وعم تتشمس هذه الجزائر خير اليوم نجي منقول يا راتنا ما عملنا الثورة الجزائرية رح لنا مليون شهيد ولا نحن فخورين باللي صار بنحكي الشعب الجزائري أو نحن الناس إن شاء الله خير وتنتهي بدي أحكي لبنانيا لمصلحة لبنان ما يتأذى أكتر اللبنانيين بيكفيهم اللي فيهم أكيد اللبنانيين العامل القوى الموجود بيحميهم ولكن بدهم كمان دولة حقيقية ومظومة سياسية بدهم دولة تقدر تبني دولة نحن اليوم عنا عامل قوة بس بالداخل نحن أبايل وطواف فالتي على بعضها بالمناسبة اليوم قبل ما تختم حسك بدلت تختم بدنا نبارك لمتطوعي الدفاع المدني وأخيرا ترند اليوم إقرار القانون اللي بيثبتن يعني ألا يرحم اللي توفوا مننون أكيد ومبروك للي بقيوا هم تقولي بدنا دولة هلأ طلع خبر رح يتأخر المعيشات لأنه في حدث تقيل بوزارة المال بيستئيل الموظف تتأخر معيشات الموظفين كل عرص كيف إن شاء الله ما يكون ياخذ المصريات معه شكرا لألك أهلا وسهلا فيك القيادة السبق بحزب السوري القومي الاجتماعي حسان صار يمكن هي أول مرة من التائع على البلاتو إلى حلقات مقبلة إن شاء الله أهلا وسهلا فيك شكرا لألكم مشاهدينا لحسن متابعتنا إلى اللقاء شكرا للمشاهدة